اشتركوا في القناة 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 بعدة مجالات في مجال الرياضة وسبور ورياضة ومجال السربية ومجال الصحة نحن نطلب مدابين من سلطات المحلية في أقرب أجل يدرون أن نحل هذا الشباب الجيل الصاعد هو اللي أنا معولين عليه ترجمة نانسي قنقر فيه كل جميع أنواع الرياضية الرياضات اللي صح كانت الأشغال فيه باطئة باطئة جدا ولكن اليوم الحمد لله مشات الأمور وقضية صحة بالفعل ما يخفاش على الجامع باللي بلدية قصة قدور تبعد عن مدينة تيميمون مقاطعة الإدارية بحوالي 45 كيلو متر وعن ضائرة تيناركوك 35 كيلو متر لموجودة مستشفى في تيميمون والجوارية في تيناركوك ومن مقر البلدية إلى أبعد نقطة هي 20 كيلو متر أي اللي جئين في الحدود قصة سيدين منصر وقصة قانت بالفعل بالنسبة للبلدية تعاني من هذا الجانب لأنها فيه قاعة علاج فقط وقاعة العلاج التي تفتح أبوابها في حدود الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة والنصف مساء من الفترة الليلية فيه كل القاعات ترجمة نانسي قنقر